طيب أنا عايز أوري حضراتكم فرق ما بين تصريحين ماشي اتنين أعضاء في الجهاز الفني ونشوف مين بيعرف التكلم ومين ما بيعرفش التكلم إحنا بنتكلم بوضوح على طول وضغري أنا ما بعرفش أجمل الكلام في الحقيقة فالكابتن دياء السيد مبارح مثلا بعد المطش رأيك لتكلم كلام موزوم جدا قالك إيه؟ قالك المكسب شيء جيد الأداء كان متوسط في المباراة الأولى وكان لازم نحقق الفوز أمام غنيا وكان هناك ضغط كبير على اللاعبين والحمد لله أننا حققنا الفوز وقال الأداء بعد كل مباراة حيتحسن وشكرا الجماهير على الدعم وقادم سيكون أفضل تصريحات ممتازة جدا من كابتن دياء السيد كلها شفناها بعد المطش لكن تعال بقى في المقابل الكابتن عصام الحضري كامل الاحترام والتقدير ليه هو مش شاطر أبدا في التصريحات فأنا بطلب منه بعد إذن الكابتن عصام ما تتكلمش بلاش تطلع تقول تصريحات عشان أنت بدل ما تكسب الجمهور أنت بتخسره مش ليك على المستوى الشخصي لا أنت بتخسر الجمهور الداعم لمنتخب مصر لما حيسمع تصريحات زي دي حيزعل قوي فقال لك الكابتن عصام الحضري مبارح قال لك قال أن هناك من يحاول أن يكون ترند بالحديث عن وجود مشاكل في المنتخب هذا لمصلحة من هو يا جماعة أي حد حينتقد المنتخب يبقى هدفه أن يكون ترند طب هل المنتخب مش محتاج انتقاد ولا حضراتكم شايفين إيه يعني هل المنتخب جميل فلة زي الفل شفنا أداء ممتاز شفنا الدنيا مشة بشكل كويس ولا إحنا مش رغلين بالنا فأي واحد هينتقد المنتخب يبقى ترند طب خب بال أسخم من كده قال لك إيه قال لك نحن لن نلتفت إلى ذلك قبل أي أحد ينتقد المنتخب المصري هو بينتقد نفسه لأنه مصري أنا مش قادر أفهمها بصراعي يعني عمالي أجيب الجملة يمين وأجيبها شمال يعني هو قصده يعني اللي بينتقد المنتخب ده مش مصري مثلا ولا مش فاهم يعني يعني الوقت يما منتقد كيروشي بقى منتقد نفسي كمواطن مصري كمشجع مصري بعشق القرى في مصر بعشق منتخب بلادي بقى كيروشي بقى منتقد نفسي يعني يعني أقول كيروشي تصرف غلط يبقى أنا اللي تصرفت غلط ده كلام مش حلو وكلام مش مظبوط وما ينفعش يتقل ويطلع من نجم كبير زي كابتن عصام الحضري كامل احترام والتقدير ليه تاريخ كبير وحرص عظيم أعظم حرص في تاريخ مصر محدش يقول غير كده محدش يقول غير كده لكن هو مش شاطر في التصريحات وأنا أرهنك يا كابتن عصام أرهنك أن أنت لو كنت مش موجود في الجهاز الفني وكنت في أحد الاستوديات التحليلية بتحل الأداء المنتخب كنت ستقطع المنتخب أكثر ما نتكلم نحن بالمناسبة لا نقطعش نحن ننتقد الإعلام المصري ينتقد المنتخب الإعلام المصري كان متعشم في شكل أفضل من كده أتكلم بالتحديد عن مبارات نجيريا الأولى فلكن أنا لو شايف نفسي أنا مش شاطر في التصريحات ما بلاش أتكلم أحسن ما فيهاش مشكلة مش عيب مش لازم أطلع أبسهم أقول يا جماعة أقول أهو كذا 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 طبعا مش بعرف أقول حاجة كامل الاحترام والتقدير وفي ناس موهوبة في التصريحات وفي ناس ما بتعرفش تتكلم شوية أو مش شطرة في التصريحات وده بيقللش منهم أو من شخصتهم بالمناسبة يعني فبلاش بلاش خلي الناس اللي بتعرف ترتب تصريحاتها واللي تعرف تكسب الجمهور في ظهرها هي اللي تطلع تتكلم زي ما شوفنا كده كابتن دياء السيد الكلام والموزون المميز جدا جدا وقال نحن محتاجين الدعم خلال الفترة اللي جاية ونشكر الجمهور وكلام إيجابي قوي قوي ويخلي الواحد إيه يفضل كده وراء المنتخب لكن تصدير عدم التفاهم وعدم التفاؤل وعدم كل حاجة ده مش كويس مش كويس وخصوصا أن الجمهور المصري غضبان خصوصا أن الجمهور المصري غضبان لا لازم أكون أسكى من كده في تصرحاتي فأنا مختلف تماما تماما مع تصرحات الكابتن عصام الحضر وأي واحد بينتقد منتخب مصر الكابتن عصام هو مصري وهو خايف على مصلحة مصر وهو خايف على مصلحة المنتخب ده فيما أتعلق بتصرحات الكابتن عصام الحضر